بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الأخ الفاضل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سعادة الأخ الفاضل عبدالنبي الشعلة رئيس مجلس إدارة شركة دار البلاد للطباعة والنشر السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية يسرني أن أعرف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن كامل تقديرنا للصحافة الوطنية ودورها النبيل في رسالتها السامية للمساهمة في بناء النهضة الاقتصادية من خلال دورها المهم والبارز لخدمة الاقتصاد الوطني عبر إطلاع القراء على كل أخبار الوطن الاقتصادية والإشارة إلى نجاحات كل الجهات في القطاعين العام والخاص كما تتجلى مساهمتها في إعطاءها الحيز الكبير لدور القطاع الخاص لمملكة البحرين باعتبار أن هذا القطاع شريك حيوي وفاعل في خلق الفرص النوعية للمواطنين ورفض مسارات التنمية الحضور الكريم نحتفل اليوم بإطلاق النسخة الثالثة من مشروع أقوى خمسين شركة بحرينية لعام عشرين أربع وعشرين والذي نعتبره بمثابة منصة تجمع قوائم لكبرى الشركات الوطنية بهدف وضعها كوثائق ينظر إليها مستقبلاً باعتبارها مورداً تاريخياً وثقافياً للحياة الاقتصادية في البحرين ومن ناحية أخرى خلق بيئة تنافسية بين الشركات البحرينية لدع الاقتصاد الوطني بمختلف مؤسساته ومكوناته وهو الهدف الأسمى الذي نتشارك فيه جميعاً في سياق تحقيق النماء والاستدامة وفق الرؤى التنموية الشاملة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وينفذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وبلا شك أن مشروع صحيفة البلاد لأقوى خمسين شركة بحرينية تمكن خلال النسختين الماضيتين في أن يحدث تأثيراً ملموساً في الوسط التجاري وتحول لحدث سنوي منتظر يشغل حيزاً مهماً على قائمة الفعاليات الوطنية نظراً لما يتيحه لهم المشروع من فرصة لاستعراض نجاحات الشركات البحرينية وإطلاع الجمهور بها وهي ميزة تسويقية استطاع المشروع إرساءها لخدمة البطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب تعود بالنفع إلى صالح الوطن والمواطنين في المقام الأول ومن ثم تنعكس نتائجها على بيئة الأعمال بالشكل والمضمون المنشود والمستهدف الأخوة والأخوات أن تشكيل الوعي التنموي والتثقيفي الذي ينتهجه مشروع صحيفة البلاد لأقوى خمسين شركة بحرينية هدف رئيسي ينطلق من أهمية التنمية في حد ذاتها لذا فأن التشاركية نحو تحقيقها من مختلف الجهات الوطنية سواء كانت على مستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو مؤسسات القطاع الخاص أو من خلال المؤسسات المجتمع المدني ضرورة ملحة لإقناع الجمهور بأبعادها المختلفة كما وأن الصحافة الوطنية لها دور حيوي في كافة المجالات التنموية وتؤثر بشكل كبير على تحسين مخرجات النمو الاقتصادي الكلي للبلاد لهذا نحن حريصين في غرفة البحرين باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص البحريني على التعاون التام في تقديم كل سبل الدعم للصحافة الاقتصادية الوطنية لجعلها أكثر فعالية وتأثيرا في اتجاهات الجمهور والاستفادة منها في مجالات التنمية الاقتصادية الحضور الكريم قبل أن أختم كلمتي اسمحوا لي أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لكافة القائمين على هذا المشروع المتميز والفريد من صحفيين وكتاب وإداريين وعاملين وعلى رأسهم الأخ العزيز عبد النبي الشعلة ورئيس التحرير العزيز مؤنس المردي على جهودهم المضنية في إخراج مشروع وطني يشهد له بالبنان ويسهم في دعم القطاع التجاري في البلاد متمنين للصحيفة مزيد من التفوق والنجاح لكل ما من شأنه قدمة الوطن وقطاعاته الاقتصادية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر